انا عايش كان حيوافقت انك تمثلي اه طبعا جدا جدا ما عندوش اي مشكلة خالص ابويا كان بيحب الشخلانة جدا يعني كان ايه اول عمل شاركتي فيه كما موثله اول عمل شاركتي فيه كان مع الاستاذ مروان حامد كان في يناير 2019 اه وانا لسه كنت في الورش على فكرة انا لقيت كاستنج ايجنسي او يعني الشركات اللي بتسكن موثلين بيكلموني في تريفون انا كنت يوميها كان عندي محاضرة في ورشة النقابة نقابة المهنة التمثيلية فردت على التليفون في البريك فبيقول لي حضرتك ايه يعني عايزينك في الشركة ان تعملي اوديشن يعني عارض قدام مصعد المخرج فروحت عملت اوديشن توافق علي مشهد صغير في الازرع اتنين وصورت وبعدين ظروف الفيلم بمدته اتعص المشهد بس ما زعلتش نهائي لان انا كتأول تجربة مع الاستاذ مروان حامد يعني ايه بقى عظم من كده يعني فانا مريت بالتجربة حسن المخرجين شو هاي بقى يعني بيحطوكي في اطار السيدة الارستقراطية اكتر كنت كده وبس الحمد لله الموسم ده يعني انا في مسلسل دلوقتي لا انا مش ارستقراطية خالص انت عملت اعمال لطيفة عملت حرب اهلية وتجربين يا قلبي اصر النيل النزوة جمع سالم خيانة عهد شاهد عيان طب انا حرب اهلية ما كنتش ارستقراطية كنت ستة عادية جدا لمالوش كبير كنت مديرة منزل فمش فيش ارستقراطية في الموضوع انما طبعا اصر النيل يعني لا هانم يعني طبعا وغير كده ده كترة يعني كنت في بيت الروبي دكتورة فاشتغلت دكتورة كتير انا انا الناس عندي في الشرع بيسميني الدكتورة